رفض مقترحا بتشكيل مجلس رئاسي جديد في اليمن وقرار خاطئ كلف البلد ثمنا كبيرا لنشاهد التفاصيل اعتبر مسؤول في الحكومة اليمنية الحديثة حول مقترحا لتشكيل مجلس رئاسي انقلابا على الارادة حسب وصفه وقال وزير الاعلام معمر الارياني ان الاصوات التي تطرح مسألة تشكيل مجلس رئاسي يمني هي امتداد لرؤية قوات الحوثي وتخدم مخططاتها في اسقاط الشرعية الدستورية والانقلاب على ارادة اليمنيين ومخرجات مؤتمر الحبار الوطني واضاف خلال لقاء عبر مساحة صوتية نظمتها عكاظ على تويتر ان تلك الاصوات مرفوضة جملة وتفصيلا والشعب اليمني لن يتنازل عن حقه المتمثل في استعادة الدولة واسقاط الانقلاب وفي سياق منفصل قال معمر الارياني ان اليمن يدفع ثمنا كبيرا نتيجة قرار الخطئ لادارة الرئيس الامريكي جو بايدن بالغاء ميليشيا قوات من المنظمات الارهابية واضاف ان الغاء البيت الابيض تصنيف الحوثيين قوات ارهابية بالقرار الخطئ الذي يدفع اليمن ثمنا كبيرا تجاهه مشيرا الى ان البيت الابيض والمجتمع الدولي راهن على قبول الحوثيين بالسلام بيد انهم قتلوا وشردوا اليمنيين واطلقوا الصواريخ والطائرات المسيرة على المدنيين والفت الوزير الى ان الحوثي نفذ العديد من ممارسات التنظيمات والجماعة الارهابية الاخرى كالقاعدة وداعش وسنعمل وصولا لاعلان الحوثي منظمة ارهابية علما بانه قد صدرت احكام من القضاء العسكرية على بعض القيادات الحوثية فضلا وليس امرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصيلكم جميع الاخبار في وقتها